وصفة جميلة جدا لتفتيح الجسم وتفتيح الرقبة وكمان الرقب والكوع وكل مكان في الجسم او الوش بجد وصفة حلوة جدا وسهلة وبسيطة ما تنسوش تعملوا اللايك واشتراك في القناة فعلوا الجراز عشان كل جديد يوصلك مني اول باول وما تنسيش تشايري لصحابك علشان الفيديو يوصلك اكبر عدد من البنات يلا بينا نشوف الوصفة الجميلة دي بجدة حلوة او يا بنات اعمليها بجدة هتعجبك اول حاجة هنا معاي بطاطس بطاطس صوية واحدة الحجم اللي انت عايزة برحتك جدا بتغديها المهمة تكون غسليها كويس جدا وبتبدأ تبشوريها بيقشراها البطاطس من الحاجات الجميلة اللي بتزيل البقع والتسبغيات والكلف والنمش وبتفتح الجسم جدا جدا وكمان بتخلي الجسم لونه موحد لانها فيها فيتامي جيم مضادة للاجسادة وبيحارب البشرة من عوامل الشمس لو انت البشرة بتعرضي للشمس كتير او ان انت البشرة طبعا في السيف بتبهدل من التراب والشمس والسيف والحر وكل ده فالبطاطس من الحاجات الجميلة جدا اللي بتعالج الحاجات دي كلها هنا بشرنا خلاص البطاطساية بتاعتي كلها وهبدأ ان انا اجيب طبق ومصفة وهصفي فيها البطاطس لان انا محتاجة مية البطاطس وهنا خلاص صفتها وخدت مية البطاطس زي ما احنا شايفين في عليها معلقة من النشا او الكنفلاور النشا او الكنفلاور اللي بيسحب الدهون الزيادة اللي في البشرة بيفتح البشرة جدا كمان بيحمي البشرة لو فيها التهابات كمان لو انت بتتعرض للشمس كتير او ان انت بشرتك بتتعرض لحبوب كتير او بتعرق جامد من البشرة فبجد من الحاجات الحلوة لتقدر تستخدميها في البشرة بالزيت في السيف النشا او الكنفلاور لانها بتسحب كمية الدهون الزيادة اللي في البشرة في معلقة من الغاسول البشرة بتاعك او لو انت هتستخدم الوصفة لجسمك دي في معلقة من الشاورجل سائل الاستحمام هنا انا حطيت غاسول بشرة للوش حطيت معلقة كبيرة وقال لي بيهم كويس الغاسول او الشاورجل فايدته انه بيغسل او بينظف البشرة بعمق وكمان بيدي تفتيح وترتيب للبشرة ويبق انت كده استفدت كمان بغسيل بشرتك دي في معلقتين من الارز المطحون او دقيق الارز الارز المطحون معروف عند اليابانيين من الحاجات الجميلة جدا اللي بيحبوا يستخدموها لشعرهم والبشرتهم لانه بيفتح البشرة ومية الرز بتكوي وبتطول الشعر فهنا بنستخدم الارز المطحون معنا في الوصفة عشان احنا عايزين تفتيح وكمان ترتيب ونعومة وكمان عايز اقولك ان الرز مفيد جدا جدا للبشرة هضيف معلقة من التحين اللي هو بتاع الخبز التحين الخبز او الدقيق هاخد معلقة منه واحدة الدقيق فييدته انه بيفتح البشرة جدا وبيخلي الملمس البشرة ناعم جدا وكمان بيساعد على تقليل الدهون اللي بتبقى في البشرة وبيقلل المسام الوسعة دقيق حط الوصفة بتاعتك على بشرة نظيفة اهم حاجة لو عايزة تعمليها الجسم الكله عادي جدا تقدر تعمليها الابتين الفخاد الظهر الاي حتة في الجسم تقدر تستخدمها لبشرتك هي امينة جدا خصوصا للاماكن الغمأة حلوة جدا دي اول وصفة معايا لو انت حابة تعمل الوصفة دي ما فيش مشكلة انا كانت نتلاتي هنعمل وصفة تانية حلوة جدا وسهلة ونفس النتيجة برضو واحلى كمان بجد وصفتين النهاردة احلى من بعض الوصفة التانية هبدأ ان انا اضيف عليها معلقة من الترمس المطحون او الترمس المر المطحون بتقدر تستعملي الوصفة دي او تعملي الوصفة دي رحتك خالص انا خدت معلقة مليانة من الترمس المطحون الترمس بيفتح الاماكن الغمأة جدا اللي بتبقى فتحت الابتين او الفخاد او الركب او الكوع اي اماكن فيها اغمقان او اسمرار شديد وكمان بيفتح وبينور الوش نفي عليها معلقتين من دقيق الارز او الارز المطحون وابدقي يقلبهم بصوه ده بيبقى شكله لما نقلبهم على بعض بيبقى شبه كده السكراب او السكر الخشن بيبقى الشبه ده كده هضيف عليها هنا برضك غسول وش معلقة من غسول الوش او لو هتستخدمها لجسمك هتضيفي معلقة من الشوارجيل اللي هو سائل اللي استحمي انا هفضل اضيف كده تدرجين لحد اما المكونات لقيها تقلبت واندمجت كلها مع بعضها وبقت سهلة معايا في التقليد دي في معلقة كبيرة من مية الورد معلقة كبيرة مية الورد بتقلل المسام الوسعة وبتفتح البشرة وبتنورها وبتوردها الوصفة لو هتستخدميها لجسمك بس هتحطي معلقة كبيرة من الخل الابيض لو انت هتستخدميها الوشة ما تحطيش خل خالص انما انا عشان هستخدمها للجسم فحطيت خل الابيض فكرة الخل انها بتطهر الاماكن الحساسة وكمان بتزيل البكتيريا اللي بتبقى تحت الابيتين او بين الفخات فدي فكرة ان انا حطيت الخل وكمان بيفتح جدا الجسم ده شكل الوصفة بعد اما خلصتاهم هبدأ بقى ان انا قاعدين بها الجسم الاماكن اللي انا عايزة اعملها ان كانت اماكن فيها غمقان او اسم رور او ان انت ده روتين هتعمليه بجد وصفتين احلى من بعض واسهل من بعض وكمان ناتجتهم حلوة قوي حط الوصفة على جسمك وابدقي ان انت اعملي حركات دائرية بالشكل اللي انت شايفيه ده لحد اما تحس ان جسمك تشرب منه الوصفة تماما واخيرا واهم حاجة بعد اما تاخد الشوار بتاعك تدهيني جسمك اي كريم مرتب او اي لوشن عشان يبقى جسمك راتب كده ونعم وراحتو حلو باي باي اشتركوا في القناة